هذا وكشفت شركة إينيا الإيطالية نقاب عن تعوقيعها اتفاقا للطاقة مع ليبيا بقيمة ثمانية مليارات دولار وذلك على هامش زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني إلى ترابلوس يتضمن الاتفاق انتاج الغاز وجمع ثاني أكسيد الكربون وتطوير الطاقة الشمسية وإتاحة صادرات الكهرباء من ليبيا إلى إيطاليا تمتلك ليبيا احتياطات من الغاز تبلغ نحو ثمانين تريليون متر مكعب بينما تنتج يوميا نحو مليون ومائتي ألف برميل من النفط ينضم إلينا من مصرات عبدالله شلتات الباحث الاقتصادي تحياتي أستاذ عبدالله يعني مما انتهينا إليه والحديث عن الاتفاق بين إني وتوقيعها لاتفاق للطاقة مع ليبيا بقيمة ثمانية مليارات دولار فتح باشغة يحذر ويعتبر هذه الصفقة غامضة كونها تعطي المستثمر الأجنبي حصة أكثر من المستثمر الوطني ما رأيك الموضوع الاقتصادي بهذا الاتفاق بمعزل عن التجاذبات السياسية تحياتي ليكوى لكل المشاهدين السيدة العزيزة وفيما يتعلق بموضوع إعادة البحث في استكشاف النفطي أو التنقيب في الحقول سواء كان البحرية أو البرية في الدولة الليبية كان هذا الحقيقة متوقف لعدة سنوات بعد ثورة السابع عشر من فبراين إلى هذه اللحظة والقطاع الوحيد في ليبيا الذي يمكن من خلاله أن يكون المستثمر الأجنبي وهو بيئة خصبة الحقيقة للإستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي تحديدا ويحمل عديد من الضمانات أشير إلى نقطة وهي ذات همية بأن حق الاتفاق أو عقد الاتفاقيات هو كفاله القانون المؤسسة الليبية للنفط بعيدا عن أي تجاذب سياسي سواء في حكومة حالية أو حكومة مستقبلية أو سابقة فهو كفيل للمؤسسة الواطنية للنفط لأن تعقد الشراكات فيما يتعلق بالإستثمار سواء على الاستكشاف أو التنقيب أو الاستخراج ومن ثم التسويق ولكن أستاذ عبد الله هذه المؤسسة تحديدا أيضا برغم الحقوق المكفولة دستوريا لم تستطع تجنب كل التجاذبات السياسية على مرأة السنوات مرة تحاصر مرة تعطل مرة ينتقد مديرها يطالب بإزاحة مديرها وإلى مذلك فالاستثمار يحتاج إلى استقرار كم هي ليبيا مهيئة لاستقرار يضمن استمرارية أي اتفاق سواء معيني أو غيرها قاعدة الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي تعتمد على عدة عوامل من ضمنها أن تكون حجم المخاطر تساوي قريبا من السفر وأن تكون البيئة متوفرة وأيضا تكون التشريعات والقوانين حاضرة لضمان الاستثمار وأعتقد في ليبيا هناك عدة نقاط متوفرة مما ذكرت عادة أن هناك استقرار نسبي وبالتحديد فيما يتعلق بالقطاع النفطي لليبيا بما أن نستطيع أن نحقق ذلك من خلال الموازن العام للذول التي تعتمد أساسا فقط على إرادات العائد الأجنبي من مبيعات النفط الليبية إذن هكذا نستطيع أن نشير بأن هناك استقرار في القطاع النفطي في الدولة الليبية نتحدث عن نقطة إيجابية أخرى ربما سيد عبدالله رئيسة الوزراء الإيطالية قادمة إلى ليبيا من الجزائر حيث أيضا تحاول تنشيط الاستثمار في الطاقة وليبيا بحد ذاتها شهدت صراعا استثماريا بين فرنسا وإيطاليا وفرنسا مهتمة أيضا بشمال شمال إفريقيا الجزائر وليبيا وغيرها من مصادر الطاقة كل هذا قد يحسن الشروط التفاوضية سواء للجزائر أو لليبيا الآن لتحصيل الأفضل برأيك كيف تستطيع ليبيا تحصيل الأفضل الآن واستثمار هذه الحاجة الأوروبية لنفطها وغازها بطبيعة الحال الاتفاق مع إيطاليا سواء مع شركة إيني التي لم تغادر ليبيا بعد 17 فبراير 2011 والأزالة موجودة وتعلمون بأن هناك خط انبوب لنقل الغاز من الغرب الليبي إلى الجنوب الإيطالي ومن خلال تعتبر الآن إيطاليا بعد رئيسة الوزراء الجديدة بأنها مركز للطاقة الأوروبي فهي تحاول أن تشتغل عبر المحور الجنوب الشمالي وهو الجزائر وكذلك المحور الليبي هناك كانت زيارة سابقة لجوجيا في الجزائر منذ ساعات وهي الآن في طرابلس وتحاول أن تستثمر في الجانب المحروقات بالتحديد وجانب الطاقة هناك أيضا موضوع آخر أثار النقاش وهو موضوع الهجرة وهو موضوع قديم جديد ويستغل من حين لآخر ما بين الاتحاد الأوروبي ودول شمال أفريقيا وأيضا بالعودة إلى موضوع الإيني الإيطالية إيني تعتبر شركة رائدة في مجال الغاز وهي أعتقد من خلال ما صرح اليوم من معلومات حول المؤتمرات الصحفية التي انعقدت والتي تعقد الآن بأن الشركين قد ضمنوا حقهما في موضوع هذا الاتفاق وأعتقد أن أطر الاتفاق النفطي وبالتحديد في الجانب الغاز ليس بغريب سواء ليبيا لن تخرج من الإطار العالمي في الاتفاقيات النفطية وهي تحت مظلة أوبك وبالتحديد سيكون هناك قواعد إجرائية تنفيذية لما يتعلق بموضوع النسب وموضوع أيضا له علاقة بالمصالح المشاركة بين البلدين ولكن استثمار هذه اللحظة من قبل رئيسة الوزارة الإيطالية بأن تبقى إيطاليا في إطار العجز عجز إمدادات الطاقة العالمية لأوروبا إبان الحرب التي لا زالت إلى الآن الروسية الأوكرانية هذا ما ستلجأ من خلاله إيطاليا إلى تزويد العجز من خلال دول شمال أفريقيا أو دول المحور الجنوبي الشمالي شكرا جزيلا لك عبدالله شلتات الباحث الاقتصادي كنت معنا من مصراتا في ليبيا ترجمة نانسي قنقر